نكمل مع بعض في سلسلتنا التطور ليس علم حقيقي وبنكمل فيه تلخيص القسم السادس التطور الكبير وناخد مع بعض جزء 130 وكمالة الجزء الثالث من الرد على ادعاء تطور الحوت وقصة الاكثيوسورس قدموا بحث جديد في 2014 ادعى ان هو لقي مرحلة وسيطة في تطور الحوت وليقيه كائن ما بين الحوت وما بين الاكثيوسورس الاكثيوسورس ده أشرت إليه في الحفريات ذات الريش يعني كائنات في حفرياتها بها بقايا كلاجن تشبه الريش بس ده كائن بحري ما ينفعش يكون جد الطيور ولا فيه ريش anyway ما علينا هو كائن بحري منقرد بيتنفس الهواء كان مفترض ومعروف انه هو زيه زي الزواحف زات الدم بارد ولكن دلوقتي عشان لما لقوا الحفري ده بيحاولوا يجدلوا ويقولوا قد يكون زات الدم حار ولكن عندهم خلافات كبيرة احد المراجع بتشرح هذا الامر اولا احنا ما نعرفش ان كان كائن سدي ام من الاسماك اللي هي المرحلة اللي اللقوها ام من الديناصورات البحرية القديمة الحاجة التانية الحفرية اللقوها دي هي اكشوري ما فيش بينها وبين الحوت اي تشابه ولا تشابه مع الاكثيوسوريس anyway الكائن ده وحقولها مرة واحدة بالعافية سموه كاروهانكسل توكاركس مش هقولها مرة تانية ادي شكل الكائن اللي لقوه قد الحفرية وقد المرجع بتكلم عليها واتنشر في مجالة نيتشر في نوفمبر 2014 وحاولوا يقولوا انه ده مرحلة التطور ولكن حقيقة اللي يركز في كلامهم ده يكتشف المشاكل اللي موجودة عندهم المشكلة الاساسية اللي عندهم بالاضافة للحوت عندهم كائنات جموعة واضحة مميزة اسمه اكثيوسوريس ده ليس له اي مراحل تطور اي جدود اي مراحل وسيطة اسف جدا او غيره بل هو كائنات بحرية مميزة رائعة في تصميمه لكنهم بالمحاولة اسف التضللية الجديدة دي حاولوا يقولوا احنا هندرب عصفرين بحجر اكثيوسوريس ما عندناش اي مرحلة وسيطة ليه والحوت ما عندناش اي مرحلة وسيطة دي لقينا حفرية جديدة نقول الحفرية دي جدل الاتنين في نفس الوقت ويبا كده طلعنا مرحلة وسيطة للإكثيوسوريس والحوت في نفس الوقت اي رأيكم؟ رغم يكون اللي قلته سابقا ينطبق هنا من الاختلافات ويوضح خطأ الكلام ده ايضا من الزمن المطلوب اللي ما فيش وقت يكفي انه يتطور كائن عشان يوصل لغاية الحوت زي ما قدمت الاختلافات والخمسين الف الاختلاف الأشارت اليهم وغيرهم ولا يوجد دليل حقيقي واحد بل الحقيقة يوجد ادلة عكسية كتيرة فهو في الحقيقة لهو الكائن الحفرية للقوها دي اللي مش هقول اسمها تاني لهو يشبه لكسيوسوريس لكن التضح ان هو اكشوالي يشبه سبع البحر محدش بيتكلم على الاختلافات الضخمة ما بين هيك الكائنين المنقردين الاكسيوسوريس والكائن ده فكل الموضوع عندنا كائنين بحريين منقردين مميزين واحد فيهم اللي هو الاكسيوسوريس يشبه الضرفيل والتاني اللي هو مكتشف حديثا يشبه سبع البحر والكلام الباقي كله اللي بيحاول يقولوه بالدعاءات خطأ لا يتعدى فقط فرضية بدون دليل الحقيقة ان هم من ادعاءهم ده يؤكد ان هم من حتى الان عارفين ان ما عندهمش جد للحوت والكلام اللي بيتدرس في المراجع سواء الدب ولا غيره هم من عارفين ان الكلام غلط والعلم أريد يأثبت خطأ عشان كده لسه بيدوروا على حاجة تانية يستبدلوا بيها اللي لسه بيحطوه في كتب التطور إياها لكن نقطة التشابه هل فعلا ينفع يستخدم بهذه الأسلوب اللي بيدعوه طبعا عندنا كائنات كتيرة متشابه هيكلها ببعض ما لهاش أي علاقة ولكن تشهد فقط على التصميم وليس الخلق فعندنا هياكل من بعض أسماك من بعض أسماك الكرش الهياكل بتاعتها بالفعل تشبه شكل هياكل الضرفيل فليه بنتكلم على التشابه لكن الأولاني أسماك القرش ده من الأسماك والتاني ضرفيل من السديات من هم شدعوا ببعض وما ينفعش يكونوا جم من جد مشترك لكن يشهدوا على التصميم اللي سمم لكائنين مختلفين تماما هيكل مناسب للبيئة اللي عايشين فيها أيضا أنواع أخرى فالتنين اللي قدام حضراتكم دولا هيكلهم متشابه جدا هل نقدر بقى نستخدم بنفس أسلوبهم التشابه كدليل على تطور هل أقدر أقول أن ده جد ده ولا واحد تطور الآخر أو اتنين من جد مشترك لا لأن الأول هو من الأسماك حسب ادعائهم ودي مرحلة أولى في التطور التاني ضرفيل من السديات بعيد كل البعد في شجر التطور عن الأسماك رغم تشابه هيكلهم إيه رأيكم في اللي بيعملوه؟ إيه رأيكم في الكلب ميكيالين؟ إيه رأيكم في تجاه الأدلة واللي بيدعوه يقدموه كحقائق؟ وهو في الحقيقة معلوهش أدلة ولكن أكشوال الأدلة هي ضده كل ده عارفين سببه هو هدفهم إنكار التصميم الواضح رغم كل الأدلة العلمية تؤكده وعشان يثبته التطور الخرافي رغم كل الأدلة العلمية اللي تثبت خطأه لأن ده عقيدة بالنسبة له مش هتنازله عنها هكمل جزء مهم عن عزمة حوض في الحوض في الجزء التالي عشان أخلص سلسلة الرد على إدعاء تطور الحوض كلمت باختصار شديد لكن عايز تفاصيل الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء يقدر يرجع للموضوع التفصيلي في موقع دكتورغالي دوت كوم بعنوان التطور الكبير الجزء التاسع والسبعين والجزء التالت من الرد على إدعاء تطور الحوض